الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات الميامين اللهم صل على محمد وآل محمد قال الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط بعد أن تقدم البحث في الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء وانتهينا في ذلك البحث من أن الزائدة تجري فيه البراءة بعد إبطال جميع البراهين التي ذكرت من قبل الأعلام على عدم إمكان جريان البراءة عن الزائد انتقل البحث إلى الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط وذكر السيد الشهيد أن هذه المسألة على ضوء ما تقدم من بحث وتحقيق في المسألة السابقة فإن الحال فيها هو الحال هناك وهو جريان البراءة عن وجوب الزائد لماذا؟ لأن الشرط في الحقيقة أو الاشتراط أو الشرطية في الواجب يعني فيما يتعلق به الواجب إذا جعل له شرط معين كأن تشترط الصلاة بالطهارة مثلا كما هو معلوم لدينا فإن الواجوب قد تعلق بالصلاة ولكن لا أي صلاة وإنما الصلاة المشروطة في الطهارة وقع كلام هنا في أن هل أن الشرط أو أن القيد المدلول عليه بالشرط يدخل في الصلاة أم لا يدخل انتهى السيد الشهيد رحمة الله عليه كما هو أيضا رأي جمع من الأعلام أعلام المحققين إلى أن الشرط أو القيد لا يدخل في ضمن المقيد لا يدخل في ضمن الواجب وإنما التقيد بذلك القيد أو التقيد بذلك الشرط يكون داخلا في ضمن الواجب وأما القيد فهو خارج عن الواجب وإنما هو محقق لذلك التقيد يعني مثلا حينما أمر المولى بالصلاة بشرط الطهارة هذا يعني أن المولى قد أمر بالصلاة المقيدة بالطهارة بالصلاة لا بمطلق الصلاة بل الصلاة التي فيها تقيد بالطهارة فهنا الأمر بالصلاة سينبسط على ماذا؟ على التقيد ويصبح ذلك التقيد واجبا وكأنه جزء من أجزاء الصلاة وأما نفس القيد يعني نفس الطهارة إنما يجب على المكلف أن يأتي بها لأن التقيد بها لأن التقيد بالطهارة قد أصبح مأمورا به قد أصبح واجبا قد أصبح بمنزلة الجزء من تلك الصلاة فكأن الصلاة كما هي تكبير وقراءة وركوع وسجود وما شفى ذلك وأيضا تقيد بالطهارة معها تقيد بالطهارة فبناء على ذلك يكون الشك في الشرطية أو في الشرائط شك في الأمر بالتقيد يعني يصبح الشك في الشرط إذا شكنا في الشرط هو في الحقيقة والواقع يرجع إلى الشك بالتقيد هل أن هذا الواجب مقيد أو ليس بمقيد هل هو مأمور به على نحو التقيد أو لا لم يؤمر به بهذا الشكل فيكون الدوران هنا في الحقيقة إنما هو دوران بين الأقل والأكثار مثلا إذا شكنا في شرطية الطهارة في الصلاة مثلا على سبيل المثال وإن كنا نعلم بأن هذا الشرط ثابت لكن لو افترضنا فهنا نشك في أن الواجب علينا هل هو هذه الأجزاء العشرة في الصلاة أو التسعة أو العشرة أم الواجب علينا هذه الأجزاء زائدا التقيد بالطهارة فيصبح المورد مورد الدوران بين الأقل والأكثر طبعا إذا لوحظ هنا صير دوران بين الأقل والأكثر إذا لوحظ ما هو داخل في عهدة المكلف أنه ما هو داخل في عهدة المكلف هل هو عشرة أجزاء مثلا أم لا بإضافة التقيد بالطهارة على سبيل المثال هذا إذا لاحظنا جهة ما داخل ما هو داخل في عهدة المكلف أما إذا لاحظنا لا قضية الإطلاق والتقييد أن الأمر بالصلاة هل هو مطلق أم مقيد فالأمر يختلف هنا باعتبار يكون ما هو نوع المقابلة بين الإطلاق والتقييد على أي حال نحن هنا إنما نتكلم عن حالة الشك في الشرط يعني نتكلم عن ما هو داخل في عهدة المكلف فعلا فإذا كان الكلام عنه من هذه الجهة يصبح الأمر دوران بين الأقل والأكثر وفي مثله كما تقدم التحقيق في الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء يكون الأكثر موردا لجريان البراءة عن تجري البراءة عن الأكثر يعني لدينا علم بالأقل وشك في هذه الزيادة في وجوب هذه الزيادة التي هي عبارة عن التقييد بذلك القيد تقييد الواجب بذلك القيد فتجري البراءة عن هذا الأمر الزائد طبعا هنا السيد الشهيد يقول أنه لا فرق في ذلك يعني في هذا الأمر في هذا التحقيق في أن إذا حصل شك في الشرط فإنه يرجع إلى أنه تجري البراءة عن التقييد بذلك الشرط سواء كان هذا الشرط المشكوك الذي نشك في ثبوته وعدم ثبوته إن كان راجعا إلى متعلق الأمر أو إلى متعلق المتعلق وربما نحن ذكرنا هذه القضية أن الأمر له متعلق وعادة إذا كان الأمر مدلول عليه بصيغة الأمر فإن المادة هي التي تدل على متعلقه يعني لو قال المولى صلي فإن الأمر هنا تعلق بالصلاة التي دلت عليها مادة صيغة يعني الأمر فالصلاة تعتبر متعلق الأمر أو مثلا لو قال المولى أكرم الفقير أكرم الفقير لاحظوا هنا أكرم هنا أكرم صيغة أمر الصيغة تدل على الوجوب الوجوب تعلق بماذا ما هو الواجب هنا ما هو متعلق الأمر هنا الإكرام لدينا وجوب ولدينا إكرام والإكرام أيضا الذي هو متعلق الأمر أو متعلق الوجوب الذي نسميه الواجب متعلق الوجوب أيضا له متعلق وهو الفقير فالفقير هنا يسمى متعلق المتعلق أو قد يسمى بالموضوع أيضا أحيانا موضوع الحكم فهنا في مثل هذا المثال تتضح الفكرة أكرم الفقير فهنا أكرم هو يدل على الوجوب ومتعلقه هو الإكرام هذا متعلق الوجوب وهناك متعلق للمتعلق لأن الإكرام تعلق بالفقير فالفقير هو متعلق المتعلق فسواء كان الشرط راجع إلى المتعلق كما لو قلنا صل متطهرا أو كان راجعا إلى متعلق المتعلق كأن نقول أكرم الفقير العادل أو أكرم فقيرا عادلا فإن هنا شرط العدالة راجع إلى الفقير وهو متعلق المتعلق فلا فرق في ذلك أنه في حالة الشك في هذا الشرط في حالة الشك في ثبوت هذا الشرط تجري البراءة عن التقييد عن تقييد الواجب بمثل هذا الشرط فنجري البراءة المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه وقدس الله روحه ذهب إلى عدم جريان البراءة في هذه المسألة ولكن في بعض الحالات يعني قسم حالات الشك في الشرط إلى نوعين قال في نوع منها تجري البراءة وفي نوع آخر لا تجري البراءة طيب ما هما هذان النوعان الذين قسم إليهما المحقق العراق قسم الشرط إليهما المحقق العراقي قال أن الشرطية المحتملة الشرطية المشكوكة هذا الشرط المشكوك على تقدير ثبوت هذا الشرط لو كان واقعا ثابت متحقق فماذا يطلب هذا الشرط من المكلف ماذا يريد هذا الشرط من المكلف يقول تارة يريد من المكلف يعني في مورد الامتثال حينما يريد المكلف أن يمتثل وعزم على أن يمتثل بالواجب من دون شرطه من دون شرطه مثلا لو أن المولى قال أعتق رقبة مثلا أعتق رقبة وشك أن هذه الرقبة التي يجب عتقها هل مشروطة بالإيمان أو ليست مشروطة بالإيمان ولنفترض أن المكلف أراد أن يأتي بالواجب هنا وهو عتق الرقبة من دون الشرط فيصح حتى لو أعتق رقبة كافرة ثبوت الشرط لو افترضنا أن هذا الشرط ثابت هنا فهذا الشرط ماذا يطلب من المكلف هذا الشرط يطلب من المكلف تكميل المتعلق المتعلق الواجب يعني أليس كان المتعلق هو رقبة حتى لو كانت كافرة افترض كانت كافرة ثبوت الشرط يعني أن تكون الرقبة مؤمنة ماذا يطلب من المكلف يطلب منه تكميل المتعلق لأنه كما يمكن أن يعتق رقبة كافرة يمكن أن يعتق رقبة مؤمنة فمن نتيجة لنفترض أن هذا المكلف ذهب إلى السوق واشترى إلى سوق النخاسة واشترى عبدا كافرا ولكن إلى الآن ولم يعصي فالشرط على تقدير ثبوته يقول له اجعل هذا الكافر مؤمنا ثم اعتقه يعني حينما تعتقه لابد أن يكون مؤمنا ففي الحقيقة الشرط يريد من المكلف تكميل وإضافة شيء إلى المتعلق وهو صفة الإيمان وإضافة صفة الإيمان إلى الإنسان ممكنة النتيجة إذا كان الإنسان كافرا يمكن أن يحصل منه الإيمان فالشرط هنا في الحقيقة يطلب منه تكميل المتعلق ما تعلق به الأمر لا يطلب منه إلغاءه يقول له أصلا هذا لا يمكن أن تمتثل به الكافر لا يمكن أن تمتثل به بل لابد أن تتركه مثلا وتأتي بشيء آخر الحالة الثانية الحالة الثانية هو أن يكون الشرط المحتمل على تقدير ثبوته ماذا يفعل؟ يلغي هذه الحصة يلغي هذا المصداق ويأمر المكلف بأن يأتي بمصداق آخر مثل ما لو قال المولى مثلا أكرم الفقير الهاشمي مثلا فإن صفة الهاشمية لا يمكن أن تتحقق في أي إنسان فلو أراد أن تداء أراد أن يكرم فقيرا غير هاشمي فلا يمكن ماذا تتميم هذا الأمر بأن تضاف إليه صفة الهاشمية كما كان في الكافر مثلا تضاف إليه صفة الإيمان هنا هذا الشرط يدعو المكلف إلى ترك هذا الفقير أصلا والامتثال بفقير آخر يصرف المكلف عن هذا الفقير الفقير غير الهاشمي الشرط يدعوه إلى أن يمتثل في مصداق آخر وهذا المصداق الآخر هو الفقير الهاشمي الشيخ العراقي المحقق العراق رحمة الله تعالى عليه يقول أن الحالة الأولى وهي حالة ما إذا كان الشرط لا يطلب من المكلف إلغاء الحصة وإنما يطلب منه تتميمها فإنه تجري البراءة عن الشرطية المشكوكة لماذا يقول لأن مرجع الشك في الشرط هنا هو الشك في أنه في أنه هل يجب ضم شيء زائد إلى ما أتى به هل يجب ضم شيء زائد إلى ما أتى به مع العلم أن ما أتى به هو مصداق للواجب أو لا فهذا يصير شك في أمر زائد فتجري فيه البراءة وأما في الحالة الثانية فلا تجري البراءة قال لماذا قال لأن الأقل الذي أتى به ليس محفوظا الأقل الذي أتى فيه ليس محفوظا في ذلك الأكثر الفقير غير الهاشمي ليس محفوظا في الفقير الهاشمي بل هو مصداق آخر للفقير فهناك أن الدوران أصبح دوران بين المتباينين إما فقير غير هاشمي أو فقير هاشمي فهنا لا تجري البراءة بل لابد من جريان الاحتياط قال لاحظوا الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط والتحقيق فيها على ضوء المسألة السابقة يعني المسألة السابقة هي الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء هو جريان البراءة عن وجوب الزائد كما ذكرنا هناك لماذا؟ لأن مرجع الشرطية للواجب الشرط الذي يكون هو شرط للواجب لا نخلط ليس شرطا للوجوب الشرط الذي للوجوب لا يدخل في عهدة المكلف بل يكون من شرطا في موضوع التكليف أصلا أنا نتكلم عن الشرط في الواجب لأن مرجع الشرطية للواجب إلى تقيد الفعل الواجب بقيد وانبساط الأمر على التقيد يصبح التقيد بذلك القيد واجب يدخل في الوجوب يدخل يشمله الآمر كما تقدم في موضعه فالشك فيها كما تقدم هناك في الإطلاق والتقييد ذكر السيد شيء من هذا القبيل فالشك فيها يعني في الشرطية شك في الأمر بالتقيود نقولنا التقيود داخل والقيد خارج والدوران إنما هو بين الأقل والأكثر لأنه كما ذكرنا يشك في أن الواجب عليه هو مثلا الأجزاء فقط أم الأجزاء زائدا التقيود بذلك الشرط مثل التقيود بالطهارة في الصلاة إذا لوحظ المقدار الذي يدخل في العهدة يعني إذا لاحظنا ما يدخل في عهدة المكلف أما إذا لاحظنا التقابل بين الإطلاق والتقييد فلا المسألة تدخل في باب آخر وهذا يعني وجود علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الزائد فتجري البراءة عن ذلك الزائد ولا فرق في ذلك كما ذكرنا أن الشرط سواء كان راجع إلى المتعلق أو متعلق المتعلق الكلام هو الكلام ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشرط المشكوك راجعا إلى متعلق الأمر كما في الشك في اشتراط العتق بالصيغة العربية يعني لو اشترط العتق أن يكون مشروطا بأن يكون العتق باللغة العربية هذا الشرط راجع إلى المتعلق متعلق الوجوب وهو العتق لأنه الوجوب هنا قال أعتق الأمر قال أعتق الوجوب تعلق بالعتق فالصيغة العربية هذا شرط في نفس العتق فيه المتعلق واشتراط الصلاة بالطهارة نفس الشيء أنه متعلق الوجوب هو الصلاة واشتراط الطهارة في الصلاة سير شرط في المتعلق أو إلى متعلق المتعلق يعني كون الشرط المشكوك راجعا إلى متعلق المتعلق كما في الشك في اشتراط الرقب التي يجب عتقها بالإيمان أو الفقير الذي يجب إطعامه بالهاشمية كما وضحنا وقد ذهب المحقق العراقي قدس الله روحه إلى عدم جريان البراءة في بعض الحالات المذكورة ومرد دعواه إلى أن الشرطية المحتملة على تقدير ثبوتها تارة تتطلب من المكلف في حالة إرادته إرادة المكلف الإتيان بالأقل تتطلب ماذا؟ أن يكمله شرطية تتطلب أن يكمله ويضم إليه شرطه يضم إليه الشرط وأخرى تتطلب منه يعني الشرطية تتطلب منه في الحالة المذكورة صرفه عن ذلك الأقل عن هذا الفرد الأقل الناقص صرفه رأسا وإلغاؤه إذا كان قد أتى به لو كان قد أتى به لا تقول له هذا لا يكفي ودفعه إلى الإتيان بفرد آخر كامل يعني واجد للشرط ومثال الحالة الأولى أن يعتقى رقبة كافرة يريد أن يعتق أو أعتقى رقبة كافرة فإن شرطية الإيمان لو شك في أن الإيمان هل هو شرط وقيد في هذه الرقبة أم لا شرط في متعلق المتعلق كما ذكرنا فإن شرطية الإيمان في الرقبة تتطلب منه أن يجعل الرقبة مؤمنة عند عتقها لا بد أن يجعلها مؤمنة عند عتقها وحيث أن جعل الكافر جعل الكافر مؤمنان ممكن فالشرطية لا تقتضي إلغاء الأقل رأسا بل تكميله وذلك بأن يجعل الكافر مؤمنا عند عتقه له فيعتقه وهو مؤمن ومثال الثاني أن يطعم فقيرا غير هاشمي فإن شرطية الهاشمية تتطلب منه إن إلغاء ذلك رأسا لأن غير الهاشمي لا يمكن أن يتحول إلى هاشمي وصرفه صرف المكلف إلى الإتيان بفرد جديد من الإطعام لأن غير الهاشمي لا يمكن جعله هاشميان فالفرق ماذا يصبح؟ الفرق أنه في المثال الأول الأقل محفوظ في الأكثر الأقل وهو العبد الكافر محفوظ لكن تغير وصفه وهو العبد يعني المعتوق تغير وصفه من الكافر إلى الإيمان أما في المثال الثاني الأقل غير محفوظ وهو الفقير غير الهاشمي غير محفوظ في الفقير الهاشمي قال ففي الحالة الأولى تجري البراءة عن الشرطية المشكوكة لأن مرجع الشك فيها إلى الشك في إيجاب ضم أمر زائد إلى ما أتى به بعد الفراغ عن كونه عفوا عن كون ما أتى به مصداقا للمطلوب في الجملة وهذا معنى العلم بوجوب الأقل والشك في وجوب الزائد فالأقل محفوظ على كل حال والزائد مشكوك فتجري البراءة عن الزائد وفي الحالة الثانية لا تجري البراءة البراءة عن الشرطية لماذا؟ لأن الأقل المأتي به وهو الفقير غير الهاشمي ليس محفوظا على كل حال أنهما متباينان لا يمكن أن يجمع بينهما أن يكون بينهما جامع ذاتي بينهما إذ على تقدير الشرطية لا بد من إلغائه الفقير غير الهاشمي رأسا فليس الشك في وجوب ضم أمر زائد إلى ما أتى به ليكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر وهذا التحقيق لا يمكن الأخذ به سيد الشهيد هنا يقول أن الكلام الذي ذكره المحقق العراقي هذا التحقيق وهذا التفصيل بين كون الشرط داعيا للمكلف إلى تكميل ما أتى به أو داعيا له للإنصراف عن ما أتى به والإتيان بفرد آخر فتجري البراءة في الأول دون الثاني يقول هذا لا يمكن الأخذ به لماذا يقول لأن الحال في كل المثالين في كلتا الحالتين هو دوران بين الأقل والأكثر لماذا يقول هنا لأن الملحوظ هنا هو عالم الجعل وتعلق الوجوب يعني نلاحظ في مقام الجعل المولى بأي شيء علق الوجوب بأي شيء علق الوجوب ليس هنا أن نلحظ في هذا العالم هو ما أتى به أو ما لابد أن يأتي به المكلف خارجا عند التطبيق وعند الامتثال وإنما لابد أن نلاحظ عالم الجعل هنا في عالم الجعل نلاحظ أن المولى بأي شيء جعل الوجوب متعلق بأي شيء أو متعلق المتعلق ماذا كان يقول السيد الشيء من الواضح أنه في هذا العالم وفي هذه المرتبة مرتبة الجعل فإن المتعلق أو متعلق المتعلق هو الطبيعة هي المعروضة للوجوب يعني طبيعة الرقبة وطبيعة الفقير أعتق رقبة وأكرم فقيرا طبيعة الفقير وطبيعة الرقبة ثم نشك في أن هذه الطبيعة هل اشترط فيها شرط زائد أم لا هل أصبح هذا متعلق عارضا للتقيّد هل دخل فيه التقيّد بأن يكون أو تكون هذه الرقبة هذه الطبيعة وهي الرقبة متقيدة بالإيمان أو أن هذا الفقير وهذه الطبيعة متقيدة بالهاشمية الفقير الهاشمي من الواضح أن في كليهم ويكون دوران بين الأقل والأكثر لأن الداخل في الواجب على تقدير الشك في هذا الشرط هو إما طبيعة الرقبة أو الرقبة المقيدة بالإيمان فهذا الرقبة محفوظة في كليهم الطبيعة وفي الثاني الذي حصل يعني إذا كان الأمر متعلق بمثلا الإكرام أكرم الفقير وشككنا في أن في أنه أخذ شرطا في الفقير وهو الهاشمية فإن متعلق الوجوب هو الفقير طبيعة الفقير ونشك في أنه هل أن الفقير متقيد بالهاشمية أم غير متقيد واضح من الواضح في كلاهما يعني حتى لو كان المثال هاشميا فإن الفقير طبيعة الفقير مشروع محفوظة في الفقير الهاشمي المأمور به وطبيعة الفقير وليس المقام مقام التطبيق حتى أنه أنا أتي إلى الخارج مقام التحليل الذهني مقام الجعل دائما يكون أين في مقام التحليل الذهني في مقام الذهن العناوين الذهنية نعم إذا جئت في الخارج لا أجد طبيعة الفقير لوحدها أو طبيعة الرقبة لوحدها لابد أن حينما أتي إلى الخارج أرى أن الرقبة إما مؤمن أو كافر أجد أن الفقير إما هو غير هاشمي أو هاشمي في هذا المقام نعم رقبة الكافرة في الخارج يمكن في الخارج المتحققة في الخارج يمكن أن تتحول إلى رقبة مؤمنة أما الفقير غير الهاشمي في الخارج لا يمكن أن يتحول إلى فقير هاشمي ولكن هنا لابد أن لا نرى مقام التطبيق والخارج ومقام المصداق وإنما نرى مقام الجعل ومقام الجعل كما تقدم سابقا إنما هو متعلق بالعناوين الذهنية فما تعلق به الأمر حتى في أكرم الفقير هو طبيعة الفقير وإن كان في الخارج ما عندنا طبيعة فقير مجردة إما فقير غير هاشمي أو فقير هاشمي ولكن مقام الجعل تعلق بالعناوين فحتى الهاشمي هو مصداق للفقير بناء على هذا الأمر نعم فيه قيد زائد وهو قيد الهاشمي فكلاهما بالنتيجة يرجع إلى ضم قيد زائد إلى تلك الطبيعة ثم يذكر السيد الشهيد ملاحظة في نهاية هذا البحث وهو أنه الفرق أو لا يختلف الحال في جريان البراء عند الشك في الشرط أو في الشرطية أو وجوب التقييد بذلك الشرط بين أن يكون الشرط المشكوك أو القيد المشكوك هو أمر وجودي وهو ما يعبر عنه بال الشرط بحسب العادة الشرط مثل أن يكون الشك مثلا بتقييد الصلاة تقييد الصلاة بالطهارة الطهارة أمر وجودي وبين أن يكون يكون التقييد بأمر عدمي بأمر عدمي مثل ماذا مثل أن تتقييد الصلاة مثلا بعدم القهقه بعدم القهقه مشروط بعدم القهقه هنا في مثل هذه الحالة إذا كانت مقيدة بأمر عدمي الأمر الوجود لذلك الأمر العدمي وهو القهقه مثلا يعبر عنها بالمانع يعبر بالقهقه بالمانع قال قهقه مانع عن صحة الصلاة مثلا فتشترط الصلاة بعدمها فسواء كان الأمر على نحو الشرط أو على نحو المانع يعني في الأصل أن ما يتقيد به الواجب المتعلق أو متعلق المتعلق هو أمر وجودي وهو ما يعبر عنه بالشارط أو هو أمر عدمي والوجودي منه هو ما يعبر عنه بالمانع بالنتيجة يعني يصبح الواجب مقيدا إما بالشرط أو بعدم المانع في كلاهما عند الشك في ذلك تجري البراءة بلا خلاف قال وهذا التحقيق لا يمكن الأخذ به تحقيق المحقق العراقي لماذا قال فإن الدوران في كلتا الحالتين دوران بين الأقل والأكثر لماذا سيدنا قال لأن الملحوظ فيه إنما هو عالم الجعل حينما نلحظ أن هذا القيد هل هو قيد أو ليس بقيد شككنا في كونه قيد أو ليس بقيد لابد أن نلحظ عالم الجعل ماذا جعل المولى ماذا اعتبر المولى لا أن نلحظ عالم المصادق والتطبيقات الخارجية نعم عالم الجعل وتعلق الوجوب وفي هذا العالم ذات الطبيعي ذات طبيعي رقب أو طبيعي الفقير معروض للوجوب جزما ويشك في عروضه على التقيد فتجري البراءة عن التقيد وليس الملحوظ في هذا ما وقع فيه المحقق العراقي رحمة الله عليه وقدس الله روحه وليس الملحوظ في الدوران عالم التطبيق خارجا عالم المصادق المصادق الخارجية ليقال إنما أتى به من الأقال خارجا قد لا يصلح لضم الزائد إليه كما في مثال الفقير غير الهاشمي ولا بد من إلغائه رأسا على تقدير الشرطية ثم قال ولا يختلف الحال في جريان البراءة عند الشك في الشرطية ووجوب التقييد بين أن يكون القيد المشكوك أمرا وجوديا وهو ما يعبر عنه بالشرط عادة مثل تقييد الصلاة بالطهارة أو عدم أمر وجودي مقيد بعدم أمر وجودي ما قلنا أن يتقيد مثلا الصلاة بعدم القهقهة ويعبر عن الأمر الوجودي يعني نفس القهقهة هنا حينئذ بالمانع قهقهة تعتبر مانع فيكون الواجب مشروطا بعدم هذا المانع فكما لا يجب على المكلف إيجاد ما يحتمل شرطيته كذلك لا يجب عليه الاجتناب عما يحتمل مانعيته إذا كانت المانعية محتملة مشكوكة فتجري البراءة هنا ولا يجب على المكلف أن ماذا أن يترك ما يحتمل مانعيته وذلك لجريان الأصل المؤمن وهو البراءة إلى هنا قد نكون قد انتهينا من هذا البحث ثم يأتي إن شاء الله البحث الثالث في هذا الموضوع وهو دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد القدران اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد